السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ان شاء الله تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله معيدنا في درس جديد من الكورس ده وبنتكلم عن كونسبت مهم جدا جدا ممكنك من خلاله يتحسن اداء تعاملك مع الشات جي بيتي او اي لارج لانجوج موضل بشكل مذهل وهو كونسبت الفيو شوت ليرنينج برومبت بعيدا عن المصطلح خلونا نبدأ في البداية خالص انا هبدأ بالانستوريشن التقليدي بتاعي زي ما عملته في الدروس اللي فاتت وباستخدام حبدأ لود الابي اي كي للشات جي بيتي وههعرف اللارج لانجوج موضل بتاعي انا اخترت الموضل نيم تكس دافنجي او او سري وتمبريتشر خلتها بوينت ايت طبعا ده شيء تجريبي بالنسبة لك وخلينا نعمل ايه ران ونشوف داخل معي دلوقتي ان انا هعمل مسج بسيطة جدا وحبعتها لشات جي بيتي واشوف يرد عليها اقول ايه فبساطة جدا انا هعمل ديمو مسج اكول والمسج هتكون عبارة عن طيب زا كابتل اف ايجيبت او اكتب اعاصمة مصر وهعمل برينت لارج لانجوج موضل وحدي يقدمه مسج واشوف يرد علي يقول لي ايه ماشي اوكي كايرو ماشي ماذا لو انا بعتله بس كلمة ايجيبت بهذا الشكل طبعا اداني اوتبوت بهذا الشكل طبعا انا رافع التمبريتشر فبدأ ان هو يعني ايه يبدأ اهلسونيت او ايه يهلوس ويقول كلام كتير جدا طيب خلينا ايه نرجع تاني للفكرتنا في الفيو شوت ليرنج يا جماعة الفكرة ببساطة جدا تخيل دوات انا هدعب معك لعبك انا هقول لك على حاجة انا بحاول اعملها وانت كأنك بتبص انا بحاول اعمل ايه وتستنتج ايه المهمة اصلا ماشي فانا باجي اقول لك انا عندي حاجة اسمها امبوت حاجة دخلة حاجة اوتبوت الايه الخارج بتاعها فلو الامبوت مصر فالاوتبوت القاهرة لو الامبوت المملكة العربية السعودية فالاوتبوت هو الرياض لو الامبوت هو باريس الفرنسا فالاوتبوت هو باريس وجيت سألتك ماذا بقى لو الامبوت مثلا السودان فانت اوتوماتيك اللي هتفهم من خلال متابعتك للي انا بعمله ان الاوتبوت حيكون خرطوم ليه العاصمة انا دايما بدخل دولة وبطلع العاصمة دي فكرة الفيوشوت ليرنج الفيوشوت ليرنج هي احد الكابلات او القدرات بتاعت اللارج لانجوج موضل ان انت لو اديته بعض الامثلة هو هيحاول اوتوماتيك لكده مع نفسه استنتج ايه الطاست بدون ما توصفها له يعني خليني كده انا هاعرف ديمو ميسج ماشي بس كبيرة شوية بنفس الشكل يعني حاجة اقول له هنا بهذا بالشكل كنتر نيم ايجبت والبار كابيتل نيم ايكول كيلب فتاني سطر هاعرف له اقول له كنتر نيم ايقول سو orbit irabia bar干بتال نيم ايكول الرياضي هاعرف له مسلا كمان مثال ثالث كنتر نيم ايكول سنجابور bar capital nada equal سنجابور لان العاصمة بنفس الاسم. وبعدين تعالى كده هقول له بص كنتر نيم اكوال اتريبيجان بار يلا كمل ايه اللي ممكن يكون بعد الجملة دي. فهم الفكرة يعني انا اديته شوية امثلة. وجيت وقفت على الاخير كده قلت له يلا كمل. هو مفترض ان هو هيبدأ ايه? هيبدأ يحاول يفهم من خلال مراقبته للاودوت اللي فوق ايه اللي ممكن يكون بعد كده. فتعال كده نطبع. قدمه مسجي المره دي ونشوف هيطبع ايه. فراح قال لي ايه? capital name equal backo. طب تعال نجرب دولة تانية مثلا. تعال نجرب مثلا ارمينيا مثلا. هقول له هنا country name equal ارمينيا. يتوقع العاصمة بتاعتها ولا? فقال لي capital name equal وهكذا. من خلال long chain احنا ممكن نحول اللي احنا عملناه هنا. بس بطريقة يعني ايه? تناسب ال developers و long chain ممكن يساعدك فيها بشكل لذيذ جدا. اولا انت محتاج تعرف التيمبلت. ايه التيمبلت بتاعنا هنا? تعال نسحبه كده على جنب. التيمبلت بتاعنا. country name equal وهنا ال variable. و capital name مثلا وهنا ايه? وهنا variable. فتعال كده نبدأ نعرف اول حاجة التيمبلت. فالتمبلت بتاعنا هنسميه demo template equal. وتعال ننبورت مين? تعال ننبورت البرومب التيمبلت من لانجد شين. فانقول from language chain dot prompt. import. وتعال هنا في الديمو تيمبلت هقول له. ماشي. بياخد اول حاجة ايه التيمبلت اللي انت عايز تبنيه. فتعال هنا انا هقول له. هاخد نمط من الرسال دي. وهغير مثلا مكان ايجيبت وكتب هنا. فيه variable اسمه country. ومكان كايرو فيه variable مثلا اسمه capital. جميل جدا. تاني حاجة دايما تعلمنا قبل كده. ايه الايه? الانبوت variables بتوعك. فالانبوت variables. هقول له عندي variable اسمه country. وvariable اسمه ايه? اسمه capital. ده كده اول خطوة. عرفنا التيمبلت ايه? التيمبلت بتاعنا. تاني حاجة. التيمبلت بتاعنا هنا نستخدمناها تلات مرات. كل مرة كاته country مثلا مثلا هنا بايجيبت ومثلا هنا بكايرو. بكايرو. فهعمل ايه? هعرف list. هسميها examples. وتعال هنا. كل list. كل ايتم في الليست دي هتكون عبارة عن dictionary. مرة هي ايه? الكانتري بتاعتنا. خليها انا فاضي دلوقتي. ومرة هي ايه? ايه? بتاعتنا. قد بالك انا بحاول اكتب صيغة تجينيري الكلام ده بس بشكل ايه? فيه programming اكتر. عشان يساعدني في تطوير التطبيق بتاعي. فهنا مثلا. هنسخ الكلام ده ثلاث مرات لان انا اديتلو ثلاثة examples. طبعا كل ما اديتلو يعني مش كل ما اديتلو بس لو اديتلو examples دي هتا ممكن يديك احسن لو انت حسيت فيه مشاكل. طيب. انا مثلا. فاول واحدة كانت country Egypt. في تاني واحدة كانت كايرو. في تاني واحدة كانت سوود اريبيا. والكابتال كانت ايه? رياض. بعدين مثلا كاننا سنجابور. والكابتال كانت برضو ايه? سنجابور. كده انا عرفت template. وعرفت examples. ناس بقى اعرف الموديول بتاع فعودة للimport. فانا حاجة هنا واقول له. from language chain dot fiushot import fiushot prompt template. اوكي. هستخدم بقى ده عشان انجيرت لي الكلام ده بس بشكل ايه? بحيث ان انا بعد كده مجرد بس ازود هنا ايتم في الدكشنري او اعدل بس هنا للتمبلت كل الكلام ده ايه? ممكن ايجيتكم configured easily. فانا هنا هعرف. البرومبت بتاعي. واقول هو من نوع fiushot prompt template. طيب. fiushot prompt template محتاج ايه? محتاج بقول لك. والله اديني اول حاجة الاكزامبل برومبت. اللي هو مين? اللي هو التمبلت بتاعي ده. تاني حاجة اديني بقى مجموعة الاكزامبلز. فبقول لي. مستني منك حاجة اسمها اكزامبلز وهي equal mean equal list of اكزامبلز. لح ممكن بعد كده نزود عليها ونعدل فيها براحة. تالت حاجة محتاج منك ان انت تديني الصوفيكس بتاعي. الصوفيكس بتاعي. بص هنا في الاكزامبل ده. احنا بعد ما دينا الاكزامبلز. جينا في الاخر بقى حطينا الحاجة اللي احنا عايدين يكمل عليها. الحاجة اللي احنا عايدين يكمل عليها دي هناخدها برضو كتمبلت يعني ها. حمسك كده الجزء ده. وحاجة هنا اقول له صوفيكس. equal. وايه? كنتر نيم اكوال كده. بس خد بالك ان ايه? ارمينيا دي برضو. هيكون هنا اسم الكانتري. ولازم معرف الامبوت فاريبلز بتاعتها. ان هنا هعندنا ايه? كنتر. يعني بعد كده انا هدخل دولة جديدة. هيروح ييملي الصوفيكس. وبعد ما يبني الاكزامبلز هيحط بعدها الصوفيكس. ويجي هنا مكان الفاريبل ويحط اسم الدولة بتاعتي. ماشي. بس. تعال كده نرن. وتعال كده نجرب. فانا هنا حمسك البرومبت. وتخيل ان اليوزر. حطي لدولة. ماشي. ونفترض مثلا. استريا مسلا. النمسا. وحاجة هنا اقول له والله ان المسج. هتجت اكوال. سوري. البرومبت. دوت. بورمات. ويلا حندي ان الكانتري اللي هتتحط جوه الصوفيكس. اللي هي اخر جملة هتكون عندنا هنا. الكانتري هتكون اكوال مين. هتكون اكوال اليوزر كانتري. تعال نطبع المسج دي كده. نشوف طلعت ايه. وتبالك ان البرومبت ده من نوع فيو شوت برومبت تيمبلت. فتعال بقى نطبع نشوفه هيعمل هيبقى هيكل عامل ازاي. بص اللي حصل. اللي حصل انه خد بنا الاكزامبلز الاول طب بناهم ازاي. بناهم عن طريق التيمبلت ده. استخدموا. بس كل مرة عوض بي مين عوض مرة بديه. وعوض مرة بديه. وعوض مرة بديه. فانا تجلي مين انتجلي التلاتة اكزامبلز دول. بعدين بقى حط الصوفيكس. اللي هو مين? اللي هو دي. حطها. وعوض المرا دي عن الكانتري بمين بالدولة اللي انا حطتها له هنا. جميل جدا. كده بقى عندنا الفيو شوت مسج جهزا هي ايه? جهزا هي بتروح دايريكتلي لاتشات جي بيتي. فهعمل ايه? هعمل بقى برينت. يلا نستخدم اللارج لانجويد موضل انستانس بتاعتنا. وين ادي المسج. وخلينا نشوف هتنتج لنا ايه? فراح قلن ايه? ايه? كابتن نيم اكوال فيينا. بعت الكلام ده كله لاتشات جي بيتي. اتشات جي بيتي وقفنا. وراح كامل زي ما انا كنت بكمل فوق. قال لكابتن نيم اكوال كذا. بهذا شك. باي.